عندما تكلمت عن الجواز والطلاق وكلامك زع الناس كتير يا ساتر يا رب خليني أسألك يعني نسبة الطلاق لذاتة السنين الأخيرة دي في مصر هل شايف أنه أسبابها اقتصادية؟ لا لا خالص أي أسبابها؟ أسبابها عقلية الناس بتتجوز للأسباب الغلط أول سبب اللي ناس بتتجوز علشانه في مصر البير بريشر الضغط المجتمع اتجوز 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 طب إنت هربت إزاي بقى من الفير بريشر اللي بتتكلم عنه؟ بقى نصيب أنا كنت خاطب والموضوع ما كملش وبعد كده بقى جي الديبريشن فبرك الله في مارسة بقى طب إيه الحاجات اللي بتدور عليها في الارتباط؟ ما بتدورش ما بتدورش مش بتدورش عشان أنا جمعنا جامد ومش أي حد يملعيني لا ما بتدورش علشان مش شغال الجزء ده بسبب الديبريشن أكسلي ما أعتقدش إن أنا هجرؤ أحمل حد معاناة الديبريشن بتاعتي يعني أنا بالعافية مستحمل قرفي والمفروض الناس المفروض الطبيعي الناس بتتجوز عشان تكمل حياتها مع بعض ويكملوا بعض ويبسطوا مع بعض مش عشان يكفحوا مع بعض بمنتهى الأمانة أنا أنا بتكلم إن أنا أرتبط بحد في الوضع اللي أنا فيه طبعاً أهلي بقى شايفين ان انت إيه؟ انت تتسرمح انت مش عايزت مسئولية انت بتعكي يابني كمل نص دي هناك معاً فيه نص تاني بنحاول نشتغل عليه طيب نشتغل